الميزة الجديدة من هوية مستخدم التطبيق ومطابقة الصورة الشخصية المتاحة عبر التطبيق مع حامل الهاتف الذكي والتأكد من حصوله على التطعيم لافتة إلى أنه يجري العمل على تفعيل هذه الخاصية للأشخاص المتعافين خلال الأيام القليلة القادمة أطلقت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تطبيق مجتمع واعي دعماً للجهود الوطنية لإحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 بست لغات منذ بدء الجائحة حيث يوفر التطبيق لمستخدميه العديد من المزايا والخصائص ومن أهمها خاصية تحديد الموقع للقيام بتنبيه الأفراد في حال خالطوا أو قد كانوا على مقربة من حالة قائمة تم تأكيدها حديثاً بالإضافة إلى خاصية تتبع أثر المخالطين كما يوفر التطبيق خاصية حج المواعد للفحص والتطعيم والإطلاع على نتائج الفحوصات بالإضافة إلى توفير قائمة بجميع القرارات الصادرة عن المسؤولين في مملكة البحرين بشأن فيروس كورونا مؤخراً أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع وزارة الصحة عن إضافة ميزة جديدة عبر تطبيق مجتمع واعي تتيح عرض الصور الشخصية للمواطنين والمقيمين الحاصلين على جرعاتي التطعيم المطاد لفيروس كورونا ومرور أسبوعين من آخر جرعة ويأتي توفير هذه الميزة الجديدة بهدف تمكين التحقق من هوية مستخدم التطبيق ومطابقة الصورة الشخصية المتاحة عبر التطبيق مع حامل الهاتف الذكي والتأكد من حصوله على التطعيم ولفتت الهيئة إلى أنه سيتم العمل على تفعيل الخاصية للأشخاص المتعافين خلال الأيام القليلة القادمة وكانت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قد أكدت بأن تطوير تطبيق مجتمع واعي وإضافة المزيد من الخدمات والمميزات عليه هي عملية مستمرة تأتي التزاما منها بتسخير التقنيات الحديثة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة وكافة الجهات ذات العلاقة من أجل تلبية كافة احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة للحد من انتشار الفيروس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر